حول هذا التطور هذا الملف الإنساني بالتأكيد فيها القطاع وجلسة مجلس الأمن وكثير من النقاط الأساسية ينضم إلينا الآن من واشنطن نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيثن تيك سيد نيثن أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة سريعا ننتقل إلى النقطة الأبرز والأهم الآن هذا القرار الأممي بإدخال المساعدات أو بتوسيع نطاق إدخال هذه المساعدات لا أعلم كنت استمعت لكلمة مندوب إسرائيل منذ قليل التي أشار فيها إلى هذا القرار وقال إن تركيز مجلس الأمن على توسيع المساعدة غير ضروري وسنواصل فحص المساعدات التي تدخل إلى غزة الانتقاد الأساسي كان هو طول مدة فحص هذه المساعدات ما يؤخر هذه المساعدات إذن ما الذي سيتغير بعد هذا القرار نرى هذا القرار كخطوة مهمة فهو ينبي ليصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ونحن ندرك ونقدر أهمية المسألة المعاناة الإنسانية في الأزمة الجارية الآن في غزة ولهذا فإن الولايات المتحدة تقوم بهذا الدور الرياضي في إيصال هذه المساعدات وبفضل دبلوماسية بايدن فتح معبر رفع في البداية وهذا بفضل دبلوماسيتنا أيضا فتح كارم سالم ووصلت شاحنات إضافية ونأمل أن المزودين للمساعدات الإنسانية والمنظمة الدولية نحن ملتزمون بهذه المساعدات الإنسانية والقرار ولكن هل سيتغير شيء ستزداد عدد المعابر التي تدخل عن طريق هذه المساعدات ستعملون على تسريع عملية إدخال المساعدات وزير خارجي المصري كان يقول أن المساعدات أمس أو كان يقول أمس أن المساعدات متكدسة في العريش ولا تدخل بسبب الجانب الإسرائيلي نحن نعمل 24 ساعة أسبوعيا حول هذه القضية خاصة مع السفير ديفيد ساتر فيلد الذي يعمل بهذه القضايا مع الإسرائيليين والمصريين لضمان دخول المساعدات الإنسانية الإضافية وندرك ما يجري حاليا أن ما يدخل الآن ليس كافيا ونعمل على هذه المسألة سواء في نيويورك أو هنا في واشنطن لضمان حدوث ذلك في هذا الشق وهذا السؤال الأخير فيما يتعلق بها المساعدات السيد نيثان هناك بعض الانتقادات للموقف الأمريكي استمعتم لكلمة المندوب الروسي ورفضت المندوب الأمريكي التعليق ولكن في كل الأحوال هناك اعتقاد بأن هذا القرار لا يبدو كافيا الآن ثم تقصف عشوائي هل تبدو قرارات إدخال المساعدات كافية للقطاع الآن دون وقف للنار نعتقد أن هذا قرار قوي ونقر بأنه شركائنا في الإمارات ومن بين الدول العربية الأخذة والوفود العربية الأخرى التي دعمت هذا القرار وعملنا بشكل مكثف للتوصل إلى هذا النص مع شركائنا بما فيهم الإمارات وبالنسبة للسؤال حول المساعدة نحن ندعم المساعدات الهدن الإنسانية لتمكن من إيصال المساعدات للمدنيين وبالتالي هذا يعني أنه إسرائيل لم يقبل أن يكون هناك هدنة دون شروط بهذا سيمنع إسرائيل من أن تستهدف قوات حماس في أي مكان وهذا لن يكون مقبول نعم تقولون أنه قوي في مندوبة الإماراتية كنا استمعنا كذلك لكلمتها تقول أنه ليس مثاليا ولكن يجب الآن العمل على منع ترد الأوضاع أكثر في غزة فيما يتعلق بشق آخر أنتم معنيون به سيد نيثان الولايات المتحدة الأمريكية معنية به هو تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر لمواجهة تهديدات الحوثيين كيف سيسهم هذا التحالف في حماية البحر الأحمر هل ترون كذلك بأنه كاف لحماية الملاحة الدولية؟ بالتأكيد هذه مبادرة مهمة وهناك 20 دولة تقريباً انضمت إلى هذا التحالف وهو خطوة مهمة لضمان حماية التجارة الدولية والنقل البحري وهو مهم للاقتصادات الدولية وهذا ليس لقضية تتعلق بإسرائيل والولايات المتحدة بل هو معظم السلة تمر من عبر البحر الأحمر وبالتالي عدم وصولها يعني أن ارتفاع الأسعار سنعاني منه جميعاً وبالتالي من المهم أن يتم تتم حماية الملاحة الدولية والنقل البحري وبالتالي لا يكون هذا مقبول ونعمل مع شركائنا في أنحاء العالم لحماية هذه الملاحة والنقل البحري نعم تابعنا بعض التقارير كذلك المرتبطة بالملاحة الدولية والبحر الأحمر ووستر جونال تقول أن قوات شبهة عسكرية إيرانية في البحر الأحمر تمرر معلومات للحوثيين وبأن سفينة إيرانية في البحر الأحمر تمكن المسيرات الحوثية من استهداف السفن بدقة هذا التقرير لوستر جونال هل لديكم أي معلومات يمكن أن تتحدثوا عنها علىنا الآن حول إيران وأن كان لديها أي يد في هذا الاستهداف الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر لن أعلق على هذا التقرير تحديدا لكن ما من شك أن كل الأمور تؤدي إلى إيران عندما يأتي الأمر لهذه الأعمال في المنطقة وهي لها دور جزاز الاستقرار في المنطقة ودعمها لهذه الأنشطة من الحوثيين هو مثلا على ذلك وبالتالي هناك عقوبات على ممولي إيران وهذه الأليات التي تقدم من خلالها إيران التمويل لإيران والسلاح وكذلك هذه المبادرة لوقف كل هذه المحاولات نعم فيما يتعلق بتطور آخر في غزة الصحفيون في غزة وأمن الصحفيين في غزة انتقدتم إسرائيل في هذه النقطة هل استمعتم إلى أي رد إسرائيلي هل حصلتم على ضمانات إسرائيلية بحماية الصحفيين العاملين في القطاع بالتأكيد نرى أن مقتل الصحفيين هو مأساة كبيرة فهم يقومون بدور مهم في نقل الحقيقة وبالتالي هذه من أخطر السنوات للصحفيين في أنحاء العالم ويقلقنا هذه التقارير حول الصحفيين وسنواصل استخدام كل الأدوات المتوفرة لنا من أجل حماية الصحفيين وبالذات في هذه الحالات التي تم فيها استهداف الصحفيين وسيكون هناك محاسبة كل ما أمكن سيكونون كمحاسبة ما الذي تقصدونه بهذا هل حصلتم على ضمانات إسرائيلية بحماية أو باحترام القانون الدولي مثل ما قلتم في هذه الحالة التي تشيرين إليها نحن مطلعين على أنه تجري هناك تحقيقات داخلية في إسرائيل ولكن كما قلنا مسألة مهمة أن دول العالم تحمي الصحفيين وتميز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية عندما تقوم بعمليات عسكرية شكراً من واشنطن كنت معنا نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيثن تيك شكراً شكراً للمشاهدة